السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أحبائي اليوم في الحلقة سنقدم لكم وصفة التفاح لتسمين الوجه ونفخ الخدود قبل ما نتكلم لكم أخواتي الى الوصفة اليوم كنتمنى من الناس لكزوروا قناة وصفات أمينة الأول مرة كنتمنى منهم يشاركوا في القناة والضغط على زر الأحمر لكي توجد تجاه الفيديو لا تنسوا اشتفعوا الجرس باش تواصلوا بكل ما هو جديد هاد الوصفة أخواتي ناجحة بزاف باش نفخ الخدود ديالكم بالنسبة للمكوناتين هاد الوصفة غادي نحتاجوا فيها حبة وحدة من التفاح وغادي نحتاجوا مكونات عسل طبيعي بالنسبة لما متوفرش عندها عسل الأنحل طبيعي ممكن لها تستعمليها كور طبيعي تستعملي منه غير معلقاء كبيرة هاد الحبة دي التفاح ما غاديش تستعملها كل على الوجه ديانا غادي ناخده منها شوية بعد ما نبشروها والباقي غادي نتناولوه معلقة كبيرة من عسل الأنحل الطبيعي بالنسبة لطريقة الاستعمال يوميا قبل النوم غادي تاخدوه شوية من هاد الوصفة وتوضعوه للبشراء ديالتكم وتعملوه بحل شكل مصاج قبل ما تستعملو هاد الوصفة خاصة تنطفوه البشراء ديالتكم زيان وتخليو هاد الوصفة للبشراء ديالتكم مدة 3 ساعة ومن بعد يمكن لكم توصول وجه ديالكم وإلا كان عندكم زيت الحلبة أو زيت الزيتون دهنوا البشراء ديالتكم بأحد هاد السيوت وخلي وجهكم مدهون لمدة ليلة كاملة وفي الصباح غادي تغطي وجه ديالكم من هذا الزيت حتى هذه الطريقة غادي تساعدكم في نفخ الخضود وتسمين الوجه غير خاصة تغذية ديالتكم تكون توازنة صحية حتى الحالي النفسية حتى هي خاصة تكون مستقرة وخاصة تصورو شوية ودوموا على الوصفة حتى تعطيكم النتيجة اللي بغيتو بالنسبة لمرأة الحامل وللناس اللي عندهم أمراض مزمينة وللناس اللي عندهم حاسية دائما هاد الناس اكلوا مستاشروا مع طبيب ديالهم قبل ما يستعملوا اي وصفة طبيعية هاد الوصفة كتجي لديدة بزاف وهي امينة بزاف على البشراء ديالتنا هالطريقة أخواتي اللي وردتكم دابها هي طريقة ناجحة لنفخ الخضود وتسمين الوجه وهذا الوصفة كتغذي لنا البشراء ديالتنا المهم فهذا الوصفة غادي نحتاجه غير حبة وحدة منها التفاح ما غادي نشوها كلنا غادي نحتاجه شوية من الكمياة لغادي نشوها غادي نسبقها اناسبت اناوبا مديتين والشي sweaty هذا المكون للتوفاح لا نستعمله بوحده ونستعمله معه معلقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي لما متوفر عندها عسل نحل طبيعي ممكن تستعمل ياغورت يكون طبيعي استعملي منه حتى هو معلقة كبيرة وهذه الوصفة ستستعملوها بشكل يومي المهم سيتاختغير شوية من هذا التوفاح لخلطوه مع ضنون طبيعي ولمع لعسل طبيعي مقدار معلقة كبيرة وتوضعوه على منطقة الخدود بعد مروجة الأسابيع بالحسب إذا لم تكن مشكلة صحي سيتلاحظون النتائج بالتأكيد تحملوا حركات دائرية للخدود وقاوة تنفخوا البالون أو النفاخة كما تشوفوا معي هذه الوصفة سهلة وبسيطة وكيفما تشوفوا معي ديما في الفيديوهات الخاصة بنفخ الخدود تسمين الوجه ديما تنقلكم ديروا حركات دائرية على الخدود ديالكم وقاوة تنفخوا البالون هتجي باش تساعدوا الوصفة تعطيكم نتائج ديالها يمكن لكم تشربوا كأس من الحليب مع سبعة الحبات من التمر حتى هذه الطريقة باش تساعدوا الوصفة تعطيكم مفعول ديالها وتنجح معاكم كي نوحة طريقة أخرى أخوتي يمكن لكم تأخذوا نصف ملعقة صغيرة من الحلبة ستخلطوها مع الحليب ولا تستعملوها مع الأغذية ديالتكم بالنسبة للأخوات تستعملوا الحلبة وبشكل يومي خذكم تبع طريقة حتيية ديال الحلبة هالطريقة حتيية كنزيد في الخدود ديالنا بشكل آمن وطبيعي وهذه الوصفة هي ناجحة بزاف وهذه الوصفة هي ناجحة ناجحة بزاف ديالأخوات وهالطريقة اللي يوردكنها بها هي الطريقة اللي خذكم تستعملوها بها والأخوات اللي عندهم حساسية من هال المكونات يمكن لهم دائما يغيروا هال الوصفة بوصفات أخرى حسب دكشي رغادي يوافقكم مهم أخواتي إخواني هذه الوصفة ديال اليوم كتمنت تكون الهجاب ديالكم إلى عجباتكم لا تنساوش تشتركوا في القناة ديالي ودعموني بلايك بالنسبة للأخوات اللي مازال مشاركوا كتمنى منهم يشتركوا وإلى حلقة أخرى وإلى اللقاء